تغرق عدن مرة أخرى بيد أن الغرق الجديد جاء نتاجا لأفعال الطبيعة وإن كان للأوضاع السياسية وما تعيشه عاصمة اليمن المؤقتة من انهيار في القطاع الخدمي والبنى التحتية يد في ذلك كان يمكن للأمطار أن تخفف معاناة الناس جراء الطقس الحار الذي يضرب المدينة أثناء فصل الصيف لكنها بدلا من ذلك أضافت معاناة أخرى إلى معاناتهم وقد تحولت الشوارع إلى بحيرات راكدة وحصر الناس في منازلهم المعلومات الواردة من هناك تفيد بوقوع أضرار بشرية ومادية جراء الأمطار الغزيرة مراسل بلقيس قال إن منازل عدة في المعلى وكريتر تضررت نتيجة تجمع مياه الأمطار بالإضافة إلى وفاة شابين جراء ماس كهربائي هذا وناشد المواطنون السلطات المحلية سرعة تقديم الدعم لهم جراء ما لحق بهم من أضرار بسبب الأمطار والعواصف الرعدية التي من المرجح أن تستمر خلال الساعات القادمة حسب تنبؤات إدارة الأرصاد الجوية هذا المنطقات يعتبر منطقة منكوبة ما في أي مسؤول يعني نزل ولا صلاح ينزلوا نصلح لهم دراسات نصلح لهم خطة الزيرة لهذا لأنه بنذوا كلهم خارج قول ما يجي المطار هذا مفروض الدفاع المدني حقنا يجيبوا ثلاثة أربعة شفاطات مشان المي أي منسوب المياه حتى لو طلع منسوب المياه ولا حقا فيه معنا شفاطات هنا يعني تسحب المي في وقته مش لما يدخل المي لها داخل البيوت وبعدين يجيبوا لنا شفاطة وبعده شفاطة هذا كمان شفت وصورت البيت المنزل كامل غرق وكل ممتلكاتنا راحت التفت وعزيرة الأمطار اللي قاتت أمس وحتى الآن أضرار كبيرة وإزاء هذه الأوضاع تبدو الحكومة عاجزة تماما أمام معاناة الأهالي عدا عن مطالبتها المنظمات الإنسانية بالتدخل وهو وضع أبان ما كان واضحا للجميع من هشاشة تعيشها المدن اليمنية المحررة من سيطرة الميليشيا والقابعة تحت وصاية التحالف الذي أحال اليمن إلى حالة لا دولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر